في سورة إبراهيم وفي الآية الثانية والثلاثين بعد البشملة وما بعدها الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلكة لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الحديث عن التسخير الخطاب إذا كان موجهاً لي ولكم فهذا التسخير تسخير ليس مباشراً وهو تسخير إجمالي وهو تسخير بحسب حاجتنا وقدرتنا وهو تسخير تسخير عبر الأسباب والوسائل إذا كان الخطاب موجهاً لي ولكم موجهاً لي ولكم تسخير ليس مباشراً تسخير بحدودنا تسخير عبر الأسباب والوسائل لكن إذا كان الخطاب لمن هو حجة على السماوات والأرض على السماوات والأرض على من في السماوات والأرض وذل كل شيء لكم فإن التسخير له دلالة أخرى تختلف اختلافاً كاملاً عن التسخير الذي يرتبط بي وبكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءً مصادق مما يجري في السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموا وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إلى آخر الآية إن الإنسان لظلوم كفار هذه هذه الطبيعة البشرية التي يهيمن عليها الحسد وإنما يكون الإنسان ظلوماً وكفاراً حينما يكون حسوداً والحسد موجود في طينة الإنسان وما قصة أبينا آدم مع الشجرة مع شجرة العلم مع شجرة الحسد تلك القصة تشير إلى ما تشير إلى هذه الحقيقة التي تتحدث هذه الآية عنها وآتاكم من كل ما سألتموا وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار في هذا السياق في سياق التسخير إذا ذهبت بكم من سورة إبراهيم إلى سورة لقمان وإلى الآية العشرين بعد البسملة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة هذا الكلام ينطبق بنحو حقيقي على محمد وآل محمد وإلا فنحن متى رأينا أن الله قد سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض متى رأينا ذلك بنحو الحقيقة بنحو التقريب بنحو المثال بنحو المجاز رأينا بحدود رؤيتنا لكن الآية لا تتحدث بهذا المستوى إنها تتحدث في مستوى عميق وعميق جدا وفي مستوى واسع وواسع جدا هذا لا يعني أن الآية لا تخاطبنا أبدا فالآيات التي تخاطبهم هي تخاطبنا كي تكشف لنا عن جانب من مقاماتهم القرآن نزل بهذا اللسان بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة فتارة يأتي الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وكأنه يمكن أن يكون مقصرا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته محمد صلى الله عليه وآله أسمى من أن يخاطب بما هو هو بهذا الخطاب منزلته أعلى عند الله سبحانه وتعالى لكن الخطاب بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة وفي أحيان أخرى يكون الخطاب مناسبا لمقامهم ومنزلتهم لكنه في الحقيقة موجه إلينا كي نعرف شيئا من مقاماتهم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة في وجه من وجوه الآية إذا كان الخطاب موجها لنا فإن النعمة الظاهرة هم أئمتنا من محمد فعلي ففاطمة فالمجتبى إلى إمامنا الحسن العسكري وأما النعمة الباطنة فهو إمامنا الحجة بن الحسن ما أنا الذي أقول كلماتهم رواياتهم أحاديثهم قطعا كل هذه البيانات تمثل وجوها من وجوه هذه الآيات أنا لست بصدد التفسير وبسط القول في التأويل إنما أردت أن أذكركم بآيات التسخير والتي لها علاقة مباشرة بما مر من سعة السماوات ومن بث الدواب في هذه السماوات المتسعة وفي الأرض المفروشة التي فرشت ومهدت لنا مثل ما قلت لكم الأرض هي العاصمة فقد كملت صناعتها فرشت ومهدت فالأرض هي العاصمة أما السماوات فهي البلاد الوسيعة الفسيحة التي لا زالت في توسع ولا زالت الدواب السماوات 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 تبث فيها وكل ذلك مسخر وخاضع لولايتهم وذل كل شيء لكم فهذا القانون قانون مساحته تتمدد وتتوسع مع التشيء العبارة دقيقة وإنا لموسعون وإنا لمشيؤون إننا نوسع السماوات إننا نشيؤها فالتشيء هو التحقق والتوسع الذي أشارت إليه الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل هذا هو تشيء وذل كل شيء لكم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأذهب بكم إلى سورة الجاثية وإلى الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من منه إليكم هذه الآية صريحة وجلية وواضحة في خطابها الحقيقي باللسان باللسانها الصريح توجه بيانها لمحمد وآل محمد وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يتفكرون أعتقد أن المغزى صار واضحا وأن صورة صارت بينة فنحن نتحرك في أجواء التعظيم كل هذه المضامين ملامح لمسار التعظيم إنه التعظيم للمشروع المهدوي المشروع المهدوي هو هذا المشروع الذي تسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا هذا هو المشروع المهدوي العظيم الذي يجب علينا أن نتعامل مع عظمته أن نعظمه لا أن نقزمه كما يفعل سفهاء حوزة الطوسي نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر